نهار ده كان فيه كلام كتير ان محمود صابر نجم منتخبنا الوطني الأولمبي اصيب بكورونا حاجة تقلي وحاجة تخوف ونتمنى دايما السلامة لكل العيبي منتخب مصر تواصلنا مع الكابتن محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي وقال لنا ان كل ما اشيه عن اصابة محمود صابر بفيروس كورونا اخبار غير دقيقة وغير صحيحة بالمرة وقال انه اللاعب يؤدي تدريباته بشكل طبيعي معانا وانه موجود في مقر الاقامة وهيكون جاهز لمباراة الغد امام المنتخب المغربي ربنا يا طمينا دايما على عيبي المنتخب الأولمبي والاخبار اللي من النوعية دي بتبقى دمعها تقيل ليه؟ بصوا جماعة احنا اشتغلنا صحافة واشتغلنا اعلام وكل حاجة الاخبار المتعلقة بمرض باصابة لقدر الله بوفاة ما فيهاش اجتهاد يعني ما نقدرش نقول ايه؟ ده اجتهاد صحف يوقع علامش لا الاخبار اللي من النوعية دي لابد ان يتم تأكدها من مصادر رسمية وبقول فاصل وواضح لكن ما اقدرش اقول على حد عشان حد مثلا نكلمني في التليفون قال لي احنا كنا عاديين بين التغدة وحسين محمود صابر مثلا عطس عطسة فاتصورنا ان هو عنده كورونا فروح انا منزل خبر او اقايل خبر انه محمود صابر عنده كورونا ما ما تجيش كده ابدا تجي ازاي قالوه مدير فني مدير اداري رئيس بعثة اللاعب نفسه هل الموضوع ده حقيقي ولا مش حقيقي دي النقطة